مرحلة تحياتي للجميع عاش خسي بيرغامين عاش الغربة عاش فترة الدكتاتورية المقيتة في إسبانيا طبعا عاصرة وعاش الحرب الأهلية وكل مآسيها وعاش تجربة المنفى فواقع خسي بيرغامين تنقل بين المنافل المختلفة نردتم كما أغلب الكتاب والأدباء الإسبان من أبناء جيله في تلك الفترة الحرجة من الزمن وطبعا لولا الدكتاتورية لولا الاستبداد لولا الحرب الأهلية ومواقف بيرغامين الثابتة لربما عاش كأي إنسان عادي آخر لربما عاش حياة كاتب إسباني كاثوليكي وأن كان بنزع يسارية شيوعية لكن لربما عاش على النمط التقليدي كما غيره من البشر هو خسي بيرغامين هو أديب وشاعر ومفكر وكاتب مسرحي إسباني بارز ولد في سنة 1895 في العاصمة الإسبانية مدريد واقعا ولد لعائلة مؤلفة من أب كان أو شغل عدة مناصب وزارية في حينه على الرغم من أنه أتى من عائلة ومن أسرة ومن بيئة فقيرة جدا أيضا ولد لأم تنتسب لعائلة معروفة خرجت أسماء ومشاهير كبار جدا في مصارعة الثيران طبعا بعد أن أنهى العلوم الأولى أو الدراسة الابتدائية والثانوية التحق بيرغامين بجامعة مدريد لدراسة القانون وفعلا تخرج محاميا بعدها تولى أول قضية له في المحكمة ونقول بأنه ترافع لمرة واحدة وأخيرة في داخل المحكمة لم يستطع تقبل فكرة أن يكون محاميا وأن يعود لممارسة أو لأداء كل تلك الأدوار التي أداها تحت قوس المحكمة مثلا وقعا كما يخبرنا هو في يومياته أطجرته المحكمة أطجرته القضية أطجره القضاة المتقاضون حتى موكله فبالنهاية كان أنطلق المحامات وطلق المحكمة واتجه إلى شغافه الأول والأخير إلى عالم الكتابة والأدب مثلا أعرف عن خسيب بيرغامين على الرغم من أنه كان كاثوليكي مؤمن إلا أنه كان يعارض كل التعاليم الكنسية القديمة بمعنى أنه حاول عصرنت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية عصرنت بعض تعاليمها التي تنتمي إلى عصور قديمة جدا والتي لم تتغير ولم تأخذ بالحسبان مثلا تغير الزمان وكل تلك المسجدات التي طرأت على واقع الحياة وحياة الناس فحاول أن يعصر بعض التعاليم الكنسية وحاول أن يدمج بعض التعاليم الكنسية في الحياة والثقافة المعاصرة لكن طبعا كل هذه الجهود باقت بالفشل لبل تعرض للانتقادات شديدة من داخل الكنيسة ومن رجال الدين طبعا إلى أن أتت فترة فرانكو وتولى الجنرال فرانكو الحكم والسلطة وطبعا قامت بعد ذلك الحرب الأهلية الإسبانية فهنا ترك خاصة بيرغامين إسبانيا كحال الكثير من الكتاب من أبناء جيله في حينه طبعا لأن مواقف بيرغامين تتعارض ومن يمسكون بالقرار في واقع الحياة السياسية فترك إسبانيا وعاش في المنفى عاش بداية في المكسيك لسبع سنوات كاملة وبعدها انتقل إلى الأوروغواي وعين في الأوروغواي كأستاذ في جامعة مونتيفيديو أيضا قضى في أوروغواي سبع سنوات أخرى شعر بعدها لنقل بالحنين لإسبانيا لكن بيرغامين كان من الأسماء الممنوعة من العودة فهنا قرر أن يعود إلى أقرب نقطة ممكنة من إسبانيا فعاد إلى فرنسا طبعا لقربها من بلاده يخبرنا مثلا عن هذه الرغبة أو عن هذا الحنين الذي اتقد في داخله قائلا طبعا بأبياد شعرية ليست عودة إلى الوراء إنما أريده من إسبانيا ليس ذكراها البعيدة إذ ليس في داخلي حنين للذكريات الصعبة إنما أريده هو أن أشعر بإسبانيا وأن أشعر بهواء إسبانيا وهو يلفح بشارتي وصولا إلى العظام وهو يلفح بشارتي وصولا إلى العظام وبالفعل عاد وعاش في فرنسا لفترة من الزمن إلى أن أتى عام 1958 طبعا عندما عاد أخيرا إلى إسبانيا لكنهم ما لبث أن نفي منها مجددا فعاد ليعيش المنفى في الأورغواي ومن ثم عاد أيضا إلى باريس وطبعا إلى أن عاد أخيرا إلى إسبانيا وفي الواقع عندما عاد إلى إسبانيا انخرط مباشرة في تلك الحركة الانفصالية انخرط في دعم حركة انفصال طبعا أقليم الباسك عن الدولة المركزية أو على الدولة الإسبانية وظل مناضلا في صفوف هذه الحركة إلى أن توفي في عام 1983 وكتب في وصيته بأنه لا يريد أن يدفن في أي أرض إسبانية وأن يدفن حصرا في الأراضي الباسكية من الأعمال التي تركها خسيد بيرجامين هناك مثلا الصاروخ والنجم كتاب وراء الصليب أيضا الإرهاب الديني في إسبانيا أهمية الشيطان واحد من أبرز كتب بيرجامين أيضا علماء اللغة ابنة الله إضافة إلى عشرات الأعمال الأخرى والتي تنوعت واقع ما بين الشعر والقصة والأعمال الفكرية وخاصة المسرحية طبعا إضافة لمئات المقالات المتنوعة طيب أحب أن أنهي مع بعض الاقتباسات لخسي بيرجامين جوترز هذا هو الاسم الكامل خسي بيرجامين جوترز مثلا يقول إن الإيمان الذي لا يدع أي مجال للشك ليس إيمان بل هو خرافة إن إضاءة شمعة لله وأخرى للشيطان له رأس الحكبة يقول اللاهوت هو منطق الشيطان طبعا أغلب هذه الاقتباسات واقعا أخذتها من كتاب أهمية الشيطان فيقول إن اللاهوت هو منطق الشيطان الرجل الذي يقضي كل حياته باحثا عن الجنة هو أسوأ الرجال وليس أفضلهم أولئك الذين يشعرون بالفضيحة من جسد عار هم فريسة سهلة للشيطان يقول تحتوي النصيحة على تهديد ضمني تماما كما يحتوي التهديد على نصيحة ضمنية أغلب الماركسيين يجهلون ماركس تماما كما يجهل الكاثوليك المسيح إذا جذبك الملاك إلى أعلى بنفس القوة التي جذبك بها الشيطان إلى أسفل فيجب عليك أن تشكر كل منهما إذ جعلك في حال التوازن وشكرا وللقاء